السلام عليكم احبابنا في كل رجال مع مرازل في اللون مرة واخرى معاكم في هذا الحصة نتكلم عن الإجرام الإعلامي اللي قاعد يصرها الإجرام الإعلامي ونثبتو لكم أنه هذي الناس مجرمين صحفيين قنات الهداف وصاحفيين آخرين سواء في الجرايب المكتوبة سواء في التلفزيونات الخاصة �حاولتل من أنه لا إحدودk هذه هي التلفزيون العمومي لا كانت شيء وصلتنا للجريمة الإعلامية التي نرى فيها وهي التلفزيون العمومي وكيفية الناس التي تسير فيه لا يمكنك تضع خطة تريق خطة تريق لتعدل هذا الإعلام الرياضي خاصة عندها كل الحقوق وعندها خطة تخطي في الحقوق كانت قادرة هذه الناس تقفل لهم بدون ما نخرجوا حنايا نحاربهم تصوروا أنه عندها حقوق البطولة الوطنية حقوق البطولة الوطنية لكن تبين لك زوج ما تشات في الأسبوع تصوروا أنها عندها الحقوق وتسلك 50 مليار للفرق والرابطة وفي الأخير لا تتحكم في الفيستير لا تتحكم في دي بلاسمو لا تتحكم في القوانين للتلفزيونات الأخرى وأصبحت كائنة فوضى كل الصحفيين في الفيستير شاهدوا البيين لما شرأت الحقوق شاهدوا البيين لما شرأت الحقوق الفيستير لا تستطيع تدخله كائن حدود كائن حدود شاريتها البيين واحد عنده الإكسكليزيفيتين لا تستطيع لا تستطيع لا تستطيع فلوس بالبطولة الوطنية الجزائرية يعني قارنوا بالخمسين مليار اللي قاعدت تدفع هذه الدولار باش تشري البطولة باش يعني باش تشري البطولة تدفع البطولة واش تدخل القسم الرياضي في التلفزيون العمومي راح ينتجوها كارثة بكل المقاييس فلوس الجزائريين اللي قاعدين يتبعثروا عادي عادي تركاره وصاري ارتباك ارتباك عام عن بلك عند الصحفيين العار عند الصحفيين المجرمين على واش الارتباك اتفرجوا دك تفهموا نعم لانه بنطالب في المباراة الاخيرة في العامين الاخيرين اصبح يساوي سفر سفر في الفارق الوطني الجزائري نقطة الى السطنة إذا نحن نرد عليهم بنشابير بنشابير نستطيع أن نقول له ما هذا خامني كيف دعنا منهم بكل ما هذا يعني كي نصل الصح يعني كي نصل الصح لكي تصل على بنطالب صفر ماذا نقول لك نتوا نضعك في أصفار ونضعوا حوائج خرين معهم نتوا نضعوا لك الصفر نضعوا لك حوائج خرين وننشاوي فريدا إذا الحرب تركان اللي قايمة لمن قايمة على بنطالب وشكون تاني على سليماني لكن شوفوا شوفوا الحقارة شوفوا الحقارة لما يحبوا يبعدوا واحد والله لما وليحبوا يقربوا واحد يعتبر بمثابة رصاصة الرحمة في صدر إسلام سليماني هل وقعت الآن شهادة وفاة إسلام سليماني الرياضية رصاصة الرحمة هل هي النهاية هل هي من العرفة هل هي من العرفة واش واش حصان خرف رح يموت ويجب أن نتحوه ويأتي واحد يقول لك وغلطين في شيخي شيخي ونسم ليح هناك مكان ليحق مخصوص قلبه كم الشيخي اذا الذي يصرى اسمعوا مليح اسمعوا مليح هذه المعادلة أنه في الماضي أزاح ذات مدد للإدارة المنتخز بعد النتيجة التوغو المسؤولين أعطوها أكثر امتيازات الشرط في الماضي الشرط أن يتصل باللاعبين هو الذي يتصل بهم و لا يشمد الناس ملاح و لا يوجد شيء الذي يجعله يخدم في الماضي بدأ الخطان عن طريق حياة داخل فيها بدأ يتصل باللاعبين شاهدوا الذي يأتي جاء الشيطة لعبوا في التوغو وعلى فكرة شيطة رب يعاونك و رب إن شاء الله تقول لي بروفيسيونال رب إن شاء الله تتعرف و رب إن شاء الله تتلعب في البارسلونة و نفرح بك كما فرح بمحرز سبوني على رواحكم يعني هذا الهدران لا يوجد علاقة بشيطة أو اللاعبين أو بالعمري أو اللاعبين أو منجاح أو اللاعبين المحليين و تعرفوا من التفكير إذا في الماضي يتصل باللاعبين ورب إن شاء الله أو ماكسيم لوبز و أين يلعبوه؟ يلعبوا في المكان للمليوة يتصل باللعبين و عمري و أطماطيك و تعرفوا من الماضي كما أحدثت كما يتحدث هذا كان نار على عمل بالصدمة و يتصل باللعبين و يتصل باللعبين و يتصل باللعبين و يتصل باللعبين تبدأ الدور الشيطاء يخرج على هذه كاسي بن شابير يؤكد على يا أخي شارك في ربط البطال ولعب مع ريال مادريد أو برشلونة ثم تأتي إلى المنتخب فلا تقدم أي شيء وتتهون في وسط الميدان وتصبح مثلك مثل أي لاعب هنا في البطولة المحلية حتى أن هناك لاعبين في البطولة المحلية يقدمون أداء أحسن من بالطالب مع البطولة الجزائري ثم يأتي و يكذب علينا في وجوهنا يقولون أن البطولة لم يكن لدي البطولة البطولة الجزائرية بالبندسليغة هذا الإنسان الذي كان يقول أنه لا ينجح لا يظن أن ينجح لا يجب أن نخرج في التلفزيون الخطة هي أن العابة نتحهم الذين لم ينجحهم يمكنكم الصحافة كيف تذهب و ترونها و يجب أن تقنعوا و يجب أن نقنعوا بكل هذه الصحافة كيف تذهب يجب أن يخرج يقولون منتخب و كيف تذهب قال سامن بالله ما الذي لاعب هذا الذي لا يقبل المنتخب و تختارها قبل الفرنسا أشرف منه منه من الكثير اختار مشروع رياضي على بلاده و فل منه و صح أن تختار مصلحتك الشخصية يعني خدمتك و تشياتك على المنتخب الوطني و على إعلام الجزيرة هذا هو الحقارة بحيث ذاتها دركن أتحدث لكم عن هذه الحكاية حكاية اللاعب المحلي الذي عاشر زياني جيل 2010 و عاشر شوية جيل 2014 بالكلمة قال لي على بالك لماذا يحبوا اللاعبين المحليين الصحفيين هذا هو الحقارة لماذا يحبوا الصحفيين اللاعب المحليين لا يخطر معه الععاب يحبوه خطر معه كواليس سيدي موسى كواليس الفوياج فيهم حتى فيهم حتى فيهم حتى لكي يعود المدرب يمد في الخطة و يمد في التشكيل الأساسية يتصل به يتصل به بعض الصحفيين يتصل به و يتصل به في الفيستيار أو في اللارينيون و يضعها و يضعها و يسمع كل شيء في الماضي لأنه لعب مع النوعية هذه مع النوعية اللاعبين دوركا بمحرس براهيمي بأي لعب يأتي داخل الفيستيار والله اللاعينيون يضع تلك و يتصل به لماذا دوركا تخرج و تقول يا ربي يخسر لكي يروح فهمتوا قليلا لماذا يقول بوحنيكا لا يربح الناس منها لا يربح و يخرج سمع يا بوحنيكا و قلت لك مجر نحن 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 الشعب الشعب اللي طيحوا ولد علي الشعب اللي طيحوا نحن 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 و السنة السلام عليكم اشتركوا في القناة